لم يكن إجراء الانتخابات المبكرة آخر وعود السوداني التي تنصل عنها منذ إعلان تنصيبه من قبل الإطار التنسيقي رئيسا للحكومة الحالية في بغداد السوداني كان قد تعهد بإجراء هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد وصوت حينها البرلمان على ذلك الإعلان كبند مستقل داخل برنامج السوداني الحكومي إلا أن زعماء في الإطار وعلى رأسهم المالك تراجع عن هذا المطلب بذريعة أن السوداني قد نجح في إدارة الحكومة ولم تعد هناك حاجة لإجراء انتخابات حتى عام 2026 مزاعم النجاح التي يتحدث عنها زعماء الإطار ينقضها الواقع المؤلم على مستويات الأمن والاقتصاد فما كان سيئاً صار أسوأ وأضيف إليه فضائح نهب المال العام وتهريب الدولار وإطلاق سراح السراق بكفالات خلافاً للقوانين النافذة ناهيك عن التدخل الأجنبي السافر برأسيه الإيراني والأمريكي في كل شاردة وواردة تخص هذا البلد ومصالح شعبه ولعل مفوضية الانتخابات ليست بمنأة عن التملس من المسؤولية بعد تأكيدها في وقت سابق أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى توفير قانون لها وموازنة مالية كافية لإتمام العملية الانتخابية وطبيعة القانون الانتخابي إضافة إلى الوقت اللازم لإجراء الانتخابات نفسها المحاصصة وشراء المناصب والاتفاقات المصلحية بين شركاء العملية السياسية تسببت بكل الصراعات في العراق وصنعت بحسب محللين مجموعة سلطوية لا تلتزب بالبرامج أو التعهدات الحكومية أمام شعبها أضف إلى ذلك التدخلات الدولية الداعمة للسوداني وأبرزها التماهي ما بين قوى الإطار التي تلاشى حديثها عن المقاومة ضد أمريكا وما بين سفيرة واشنطن في بغداد التي تتدخل في شؤون كل الوزارات ومسارات العملية السياسية لكن الأهم من تلك الحقائق بالنسبة للأحزاب هو أن عدم تطبيق البرامج الحكومية المعلنة والمشرعنة لا يعرض الحكومة إلى أي مساءلة قانونية